اشتركوا في القناة المنهج الاستقرائي التجريبي مراحل المنهج الاستقرائي التجريبي عندنا ان يمر المنهج الاستقرائي التقليدي او التجريبي بثلاثة مراحل للوصول الى التفسير الصحيح للظواهر على النحو التالي تعالوا بقى مع بعض ان نتعرف على المرحلة الاولى والمرحلة الاولى اعزائي الطلبة والطلبات بتتكون من حاجتين من حاجة اسمها الملاحظة والتجربة طيب ما تيجوا بقى كده مع بعض ان نتعرف على الملاحظة اول خطوات المرحلة الاولى وهي الملاحظة طيب سامع بعض الطلبة بقول لي يعني ايه ملاحظة ماذا نعني بكلمة ملاحظة تعال انشوف يعني ايه واحد بيلاحظ اما اقول لك لاحظ يعني ايه لاحظ زاهرة الملاحظة يعني ايه ايوا برافو عليك شاطر ايوا كده الملاحظة يعني المشاهدة طيب المشاهدة بايه واحد بيقول لي بالحواس بالعين اقول له لأ غلط الانسان ما بيشوفش بعينيه فقط وإنما الإنسان بيشوف بالحواس أو بالعين والزهن لازم تكون الملاحظة بالزهن تم تيجي كده نتعرف ولذلك ده حيبان في التعريب بتعمين بتاع الملاحظة قلنا أن الملاحظة هي المشاهدة الدقيقة لظاهرة معينة يوجه فيها الباحث حواسه أو أدواته نحو فحص جزيئات الظواهر المدروسة للكشف عن صفاتها وخصائصها ومن هنا تعد الملاحظة تدخلاً إيجابياً من جانب العقل لإدراك الصلاة بين الظواهر التي تعجز العمليات الحسية المجردة عن إدراكها طب يعني إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده أن الباحث لا يتدخل في حدوث الظاهرة معنى كده أن الملاحظة تجمع بين الحواس والعقر فلا يمكن أن تتم الملاحظة بالحواس فقط عمر ما فيه ملاحظة هتم بالحواس فقط لأن ممكن أنت تكون شايف حد لكن سرحان لكن زهنك مش موجود وبالتالي هنا مش هتم الملاحظة لازم الباحث عشان يلاحظ الظاهرة لازم يكون هناك ملاحظة ثم عقل العقل والزهن والملاحظة وبالتالي الباحث لازم يوجه حواسه وزهنه لمتابعة الظاهرة طيب يبقى إحنا قلنا أن الملاحظة مشاهدة دقيقة لزاهرة ما أمال بقى تاني مرحلة بقى أو تاني خطوة من مرحلة الأولى وهي ما يسمى بالتجربة طيب سامع بعد الطالب بقولي طيب إيه الفرق ما بين الملاحظة والتجربة ما الفرق بين ملاحظ ومجرب طيب إحنا عرفنا أن الملاحظة هي المشاهدة الدقيقة دون أن يتدخل الباحث في حدوث الظاهرة يعني الباحث ما بيدخلش في الملاحظة طيب ما تيجي جينا نشوفوا التجربة إيه هي وإنت بنفسك اللي تقدر تستاندج إذا كان هناك فرق بين الملاحظة والتجربة التجربة ما لها مع؟ هي التدخل في مجرى الظواهر الطبيعية عبر القيام لاحظ معي كده عبر إيه القيام بإجراءات مصطنعة على جزيئات الظاهرة بحيث تصبح هذه الجزيئات في وضع يخالف الظروف التي يصعب تحققها طيب ولذلك بتحويل إيه بها؟ أو بتحويل الترتيب الخاص بها أو تعديل الظروف حتى يتم الكشف عن القوانين يبقى إذن نقول بقى كده ما الفرق بين ملاحظة وتجربة؟ الملاحظ لا يتدخل في حدوث الظاهرة الملاحظ لا يتدخل في حدوث مين؟ الظاهرة المجرب ما له؟ أيوة كده أبرابو عليك شاطر المجرب ها؟ بيتدخل في حدوث الظاهرة يعني المجرب هو اللي بيستمع عدة إجراءات عشان يحدث الظاهرة أما الملاحظ بيستنى لما الظاهرة تحصل من نفسها ثم يلاحظها طيب ولذلك إحنا لو طرحنا سؤال دلوقتي ما الفرق بين الملاحظة والتجربة؟ بص بقى معي كده على الشاشة قدامك هتلاحظ إيه؟ هلاحظ حاجة أن الملاحظة أو أن التجربة هي عبارة عن ملاحظة مستصارة لأن الباحث في الملاحظة يراقل ويسجل حالتها من غير أن يحدث تغييرا فيها لكن في التجربة يلاحظ الظاهرة التي يدرسها بهدف تفسير الظاهرة يبقى نقول تاني أنه في فرق ما بين مين ومين؟ ما بين الملاحظة والتجربة الملاحظة الباحث لا يتدخل فيها كل دور الباحث أنه يسجل ويراقب ويدون فقط دون أن يتدخل أما التجربة تعتبر ملاحظة مستصارة الباحث هو اللي أثار الظاهرة هو اللي عملها وبالتالي بتعتبر ملاحظة مستصارة عن طريقة هيئة الظروف لحدوث الظاهرة يبقى نقدر نقول إيه؟ ما الفرقه بين موقف الملاحظ وموقف المجرب؟ الملاحظ دوره سلبي المجرب دوره إيجابي المجرب يتدخل في حدوث الظاهرة الملاحظ ماله ينصط للطبيعة حتى تكشف هي عن نفسها طيب إحنا جدنا نفرقنا ما بين الملاحظة والإيه؟ والتجربة طيب ما تيجي كده نتعرف على أغراض التجربة أهي أغراض إليه بها؟ التجربة التجربة تحقق سلاسة أغراض يعني التجربة لها عدة أغراض تتمثل فيه سلاسة أغراض يعني الباحث بيعمل تجربة عشان يحقق غرض من الثلاثة مش لازمة يحقق الثلاثة مع بعض لكن بيقوم بالتجربة عشان يحقق غرض من مين؟ من الثلاثة دولة أول غرض لأغراض التجربة هو إيه؟ التدخل في الظواهر للكشف عن فرض معين إحنا اتفقنا على إن التجربة هي التدخل صح؟ آه طيب الباحث بيتدخل ليه؟ عشان يتحقق من صحة فرض معين طيب والغرض التاني الغرض التاني هو إيه بقى؟ التحقق من صدق فرض معين أي القيام بمحاولة لتأييد أمر موضع شك أنا بس عايز أفهمك الحد دي عشان تبقى معايا بس في الصورة فيها في فرق ما بين إن الباحث قدامه عدة فرض بيعمل تجربة عشان يتحقق من صحة هذه الفروض أو عشان يختار أي فرض فيهم صح؟ أو قدامه فرض واحد بس عايز يتأكد إن هو اللي صحة أو اللي غلط يبقى في فرق ما بين الغرضين الأولانيين في غرض الباحث بيبقى قدامه عدد من الفروض بيعمل عليهم تجربة عشان يختار الفرض الصحيح ده الغرض الأولاني الغرض التاني هو ما فيش اللي قدامه فرض إيه؟ واحد هو شكك في حاجة حاجة واحدة وبالتالي بيعمل التجربة على هذا الفرض حتى يستطيع التأكد من هذا الشيء الذي يكون موضع شك طب والغرض الثالث أهو قدامك بقى على الشاشة الغرض الثالث القيامة عملية لكشف نتيجة غير معروفة أو أن الباحث بيكون مش عارف إيه اللي حيحصل فبيعمل تجربة عشان يعرف إيه اللي حيحصل يبقى التجربة لها ثلاثة أغراض طيب لما ننتقل مع بعض بقى كده إلى أنواع التجربة تعالي نشوف بقى إيه؟ أنواع التجربة هل التجربة لها أشكال؟ آه لها أشكال ولها أنواع وتقوم بأكثر من شكل وكل شكل لهم مسمى إحنا عندنا ثلاثة أنواع من التجارة أول نوع من أنواع التجربة هي التجربة المرتاجلة طيب سامح بعد الطلبة بيقول لي يعني إيه كلمة مرتاجلة طيب ما تيجي ناخد التعريف وانتب نفسك اللي حتعرف يعني إيه كلمة مرتاجلة من تعريفها ونيجي في الآخر أسألك أقولك يعني إيه كلمة مرتاجلة التجربة المرتاجلة هي تجربة أولية لرؤية ما يترتب على إجراءها من أصار ها؟ عايزك باس تتركز معايا كده في اللي مكتوبه قدام أجلواتي على الشاشة هي تجربة إيه؟ أولية لرؤية ما يترتب على إجراءها من أصار أيوة وتعتبر أولى المراحل في المنهج التجريبي ويلجأ إليها الباحث إذا كان يجهل خواص الأشياء التي يدرسها كي يعصر على أحد الفروض آه يبقى التجربة المرتاجلة مرحلة أولية من الباحث الباحث يقوم بها عندما يكون جاهل بما سوف يحدث طب يعني إيه جاهل بما سوف يعني هو مش عارف إيه اللي هيحصل طب يعمل تجربة مرتاجلة عشوائية على النطاق بسيط عشان يعرف إيه اللي هيحصل أديك مثال مثال من الواقع عالم كيميا مثلا قال إيه قاعد في المعمل بتاعها فطلعت في دماغه مثلا كده قال ما تيجي نحط شوائط ندرات صوديوم على كولوجبوتاسيوم على صودا كاوية على منجنيز على فصفات على فصفور شوائط مواد كيميائية كده على بعض أما شوف إيه اللي هيحصل ها يبقى هو إيه اللي هيعمل تجربة إيه برافو شاطر أيوة كده التجربة مرتاجلة ليه لأنه هو مش عارف اللي هيحصل يبقى إمتى بنلجأ للتجربة المرتاجلة عندما يكون الباحث جاهل بما سوف يحدث ولذلك بيعملها على انطاق صغير وتكون بطريقة عشوائية وهي أولى مراحل البحث أول مرحلة من مراحل المنهج الاستقراع هي مرحلة التجربة لإيه المرتاجلة طب والنوع الثاني من التجربة بقى اسمه إيه اسمه التجربة السلبية أو بيسموها غير المباشرة وهي أن الباحث لا يتدخل في هذا اللون من التجارب في طريق التركيب الظواهر وإنما تقوم الطبيعة مقامه حيث لا يتدخل عبر أي إجراء لكنه يقوم بمتابعة التغيرات التي أحدثتها الطبيعة بالتجربة يعني يعني الباحث هنا ما بيدخلش بحدوث الظاهرة الباحث التجربة تحدث من إيه؟ من تلقاء نفسها تقوم الطبيعة مقام الباحث يعني الطبيعة هي اللي عملته طب أنا عايز أفهمك بس حاجة طب الله طب ما هو كده المجرب حيبقى عمل زي الملاحظ لا المجرب هنا ما عملش حاجة آه لكن تقوم الطبيعة مقام إيه؟ الباحث يعني الطبيعة هي اللي عملت الظاهرة وهو الباحث بيلاحظ ويدون ويسجل كل ما حدثته لإيه؟ الطبيعة طب والنوع الثالث من أنواع التجارب وهي ما يسمى بإيه بها؟ وما يسمى بالتجربة العلمية التجربة العلمية وهي تدخل الباحث تجريبياً في المراحل الأخيرة من المنهج الاستقرائي عندما يريد التحقق من صدق الفروض التي يضعها وفقاً لما تؤدي إليه الملاحظة أو التجربة المرتجلة طيب يبقى إذن أنا عندي ثلاث أنواع من التجارب التجربة مرتجلة وتجربة علمية السلبية وتجربة علمية التجربة العلمية إيه بقى؟ هنا بقى الباحث بيجلاء إمتى؟ إيه ربقى معاك الوقت المكتوب قدامك على الشاشة؟ تدخل الباحث تجريبياً في المراحل الأخيرة من المنهج عندما يريد التحقق من صدق الفروض التي يضعها وفقاً لما تؤدي إليه الملاحظة أو التجربة المرتجلة يبقى معنى ذلك أن الباحث يلجأ لها إمتى؟ لما يكون عرف إليه حيحصل من مين؟ ها؟ برافو شاطر أيوة كده خليك بسحصح معايا من التجربة المرتجلة مش هو الأول عمل تجربة مرتجلة؟ لجأ لها إمتى التجربة المرتجلة؟ لما يكون جاهل بما سوف يحدث طب عيني فيه اللي حيحصل؟ يبقى هنا حيعملها كتجربة إيه بقى؟ برافو شاطرة أيوة كده تجربة علمية يبقى لو قلنا ما الفرق بين التجربة المرتجلة والتجربة العلمية تجربة المرتجلة هي أولى المراحل التجربة العلمية هي آخر المراحل تجربة المرتجلة يلجأ إليها الباحث عندما يكون جاهل بما سوف يحدث التجربة العلمية يقوم بها الباحث عندما يكون عارفة ما سوف يحدث من مين؟ من التجربة المرتجلة طب تعالوا بنا ننتقل إلى نقطة أخرى عزيزي طلبة الطالبات وهي ما يسمى بإيه؟ بشروط التجربة العلمية شروط التجربة لإجراءة التجارب العلمية لابد لنا من عدة إيه؟ من عدة شروط ثلاث شروط لازم يباحث يراحزهم أو يعملهم أو يطبعهم في إجراءة التجارب العلمية أول هذه الشروط وهي تحرد الحياد والموضوعية تحرد الحياد والإيه؟ طب سمع بعض الطالبات بيقول لي يعني حياد ويعني موضوعية الموضوعية أنك تحكم على الحاجة زي ما حصلت لا تزود ولا تنقص ولذلك لو بصدت قدامك دلوقتي على الشاشة هتلاقي إيه؟ دون إقحام الأراج الشخصية على الملاحظات والتجارب يعني ما تقهمش ملاحظات أم ما تقهمش أراج الشخصية ولا معتقداتك الدينية ولا أراج السياسية في إجراءة التجارب احكي التجربة زي ما حصلت النتيجة طلعت كذا قلها سواء تتفق معها أو تختلف معها كباحث لكن هو ده اللي بيسمونه المحياد والإيها والموضوعية طب تاني الشروط اليقظة والانتباه لكل ما هو متوقع إنك تكون يقظ تكون منتباه ما ينفعش باحث علمي يجري تجارب أو يجري ظاهرة أو يجري مشاهدة دون أن يكون يقظ ومنتباه طيب تالت الشروط الالتزام بالقواعد الأخلاقية ومن أهمها عدم إلحاق الضرر بالموضوعات سواء موضوعات الملاحظة والتجربة أو الحصول على الموافقات القانونية عند إجراءها يبقى خلي بالك إن الباحث لازم يلتزم بالقواعد الأخلاقية في إجراء التجارب والمواسيط يعني ما يضرش حد مش عشان تبقى باحث علمي وتجري تجربة علمية إنك مطالب بإنك تميل إنك تؤذي شخص خاصة عند إجراء التجارب على الإنسان أو الحيوان يعني لما تيجي تجري تجربة على إنسان أو حيوان عدم إلحاق الضرر والأذى ده دي من أهم فروض العلم ومن أهم شروط العلم إنك مش عشان تبقى باحث علمي وتحقق صبقة علمي تضر الناس لا أو تعمل تجربة خطرة على بعض الناس لا إذن معنى ذلك إن من أهم شروط إجراءة التجارب العلمية الالتزام بالمواسيط والقواعد الأخلاقية عند إجراءة التجارب على البشر والحيوان طيب كده احنا خلصت المرحلة لايه؟ المرحلة الأولى وهي مرحلة البحث اللي احنا قلنا عليها اللي هي مين؟ الملاحظة والتجربة طيب ما تيجي بقى على المرحلة التانية وهي مرحلة الايه بقى؟ المرحلة الثانية وهي المرحلة تسمى مرحلة الكشف وهي التي تتضمن الفرد العلمي طيب أوه بقى معايا كده انت هنا هنتكلم على حكاية الفرد الايه؟ الفرد العلمي طيب ما هو الفرد العلمي؟ يعني ايه فرد علمي؟ ماذا نعني بكلمة الفرد الايه؟ العلمي الفرد العلمي لا قيمة لملاحظة الظواهر واجراء التجارب عليها الا اذا اقترنت بمحاولة الكشف عن مين؟ عن العلاقات التي تربط بينها حتى يتيسر لنا وضع قانون يفسرها وهي ما يسمى بوضع الفرد طيب ايه هو تعريف الفرد اصلا؟ يعني ايه فرد؟ يمكن تعريف الفرد العلمي لو بصيت بقى معايا كده هتلاقي يعني ايه فرد؟ بص بص للكلمة يعني ايه فرد؟ افرد افترض يعني افترض؟ يعني خمن يعني تفسير مؤقت يعني انت بتقترح يبقى الفروض هي اقتراحات تفسيرات مؤقتة طيب من شاطر يقول لي ليه قالوا عليها مؤقتة؟ ها؟ ليه ما قالواش تفسير دائم؟ لان الفرد قد يحتمل الصح او الخطأ انت بتخمن انت شفت ظاهرة بتبدأ تفرد تقول ممكن تكون الظاهرة دي حدثت بسبب كذا او كذا او كذا او كذا او كذا او كذا ولذلك لو بصنا دلوقتي قدامك على الشاشة هتلاقي ايه؟ يمكن تعريف الفرد العلمي بانه ايه؟ بانه تفسير مؤقت اهو قلنا ليه ما قالوش دائم؟ ها؟ لانه هو مؤقت لانه ممكن يحتمل الصح والخطأ انت بتقترح ممكن يبقى اقتراحك صح وممكن يبقى اقتراحك خطأ انت بتفرض ممكن تبقى فرضك خطأ او فرضك صح انت بتخمن ممكن يبقى تخملك صح او تخملك خطأ يبقى له هو تفسير ايه؟ ولذلك لا يمكن للفرض ان يكون تفسير دائم يعني الفرض ما ينفعش اقول انه هو تفسير دائم لانه لو بقى تفسير دائم ما بقاش اسمه فرض ها؟ هيبقى اسمه بقى الخطوة اللي بعد كده اسمها قانون عام هيبقى اسمه ايه؟ قانون عام يبقى الفرض العلم هو تفسير مؤقت او اقتراح او تخمين لحل مشكلة البحث وتلعب عملية تحديد الفروض دورا محوريا في البناء النظري باستخدام المنهج الاستقرائي طيب ومن اهمية الفروض واهميتها العلمية والمنهجية وقيمتها ايه بقى اهمية الفروض ايه قيمة الفرض لاحظ ان انا بقولك اهمية وقيمة لان في امتحال السنوية العامة ممكن يجي يقولك ايه؟ حدد اهمية الفرض العلمي طيب ممكن يشيلك كلمة اهمية ويحطلك حدد قيمة الفرض العلمي يبقى الاهمية هي الايه؟ هي القيمة برافو عليك طيب ايه هي اهمية الفروض بقى اسمع معي اهمية الفرض العلمي العلمية والمنهجية تتمثل في ايه؟ تتمثل في الكشف عن العلاقة القائمة بين الظواهر وتحدد شكل ومضمون القوانين يعني اول حاجة هي بتكشف عن العلاقات القائمة بين مين؟ بين الظواهر العلمية بتكشف دايما عن العلاقة بين الظواهر لتحدد شكل ومضمون القوانين طيب بص بقى معاك ايه على الشرط الثاني؟ او الاهمية الثانية تضييق الهوة ها تضييق الايه؟ الهوة بين الامثلة الجزئية والقانون العام طيب بس معلشي عشان انت مش هتفهمها كده بص بقى معاك احنا بنقول ان الفرض يقلل الهوة الاول بس يقلل الهوة يعني ايه؟ يعني يقلل المسافة بين مين؟ بين الامثلة الجزئية والقانون العام اسمع معايا لمدة ثواني احنا قلنا ان الفروض اقتراح مؤقت او تفسير مؤقت صح؟ ماشي هذه الاقتراحات سنختار منها فرض صحيح يبقى الفرض الصحيح سيبقى اسمه قانون عام اللي هو السبب الحقيقي الذي قدل حدود الظاهرة انا قلت لك ايه؟ انت شبت ظاهرة فبطول الظاهرة دي ممكن تكون حادث بسبب كذا او كذا او كذا او كذا او كذا او كذا يبقى لانت حتى تكون اسمه ايه؟ فروض برافو طيب الفروض دي ممكن تبقى صح وممكن تبقى ايه؟ خفا طيب احنا عملنا التجارب فراحزنا ان فيه فرض معين هو الصح هذا الفرض اللي بقى صح ما بقاشش مفرد بقى بقى اسمه ايه؟ قانون عام يبقى احنا اخترنا القانون العام من ضمن مين؟ برافو شطرة من ضمن الفروض اذا لو ما كنتش حطيت فروض ما كنتش هتوصل لقانون ايه؟ عام وده معنى كلمة تضييق الهو بين الامثلة الجزئية والقانون العام لانك لو ما حطيتش فروض ما كنتش هتوصل لقانون ايه؟ لقانون عام طب ثالث الشروط او ثالث الاهميات من اهميات الفرض العلمي وقيماته هو ان الفرض الايه بقى الذي يزبط صحاته الذي يتأكد صدقه يصبح ايه؟ ها؟ لسه ايه لها برافو شاطر يصبح قانون عام يبقى الفرد الذي يزبط صحاته يتحول الى قانون ايه؟ عام طيب انت قلتلي ان الفروض مش كلها صحة مش كلها خلص احنا عملنا التجارب فالطبع ان الفرد ده هو الفرد الصحيح امال ده رابح شرطي رابح اهمية هي ايه؟ الفرد الصح تحول لقانون عام امال الفرد الخطاء شو بقى معايا كده؟ اهو الفرد الخاطئ اذا ثبت بطلان الفرد سيجب على الباحث العدول عنه الى فرد اخر حتى نصل الى فرد صادق ينجح في تفسير الظاهرة يبقى لاحظ معايا انت حطيت فروض على الظاهرة هذه الفروض ممكن ان تبقى صح اممكن ان تبقى خطأ عملت ملاحظاتك وتجاربك على الفروض اتضح ان الفرد ده صح هذا الفرد الصحيح تحول القانون ايه؟ عام الفروض الخطأ على الباحث ان يتخلى ايه؟ عنها يعني المفروض الباحث يشيلها من دماغه طيب يبقى كده الفروض ممكن ان تبقى خطأ وممكن ان تبقى ايه؟ صح وبالتالي عندنا ايه بقى؟ اذا كان من الممكن تدريب الباحثين على كيفية اجراء التجارب او الملاحظات يعني انا ممكن ادرب باحث على ايه؟ على انه يعمل ملاحظة على انه يعمل تجربة انا ممكن اعلم باحث ازاي يلاحظ وازاي يجرب لكن لا يمكن تعليم الباحث ازاي يحط فروض ليه؟ لان وضع الفروض من خيال الباحث والخيال ده هبة من عند ربنا ما يمتعش اعلمها لك ولذلك وضع الفروض خطوة غير متعلمة ازاي؟ ممكن ندرب الباحث على اجراء التجارب فان عملية وضع الفروض يصعب تعليمها فهي تعود لقدرة الباحث على التخيل وثقافته الواسعة سواء الثقافة دي ثقافة علمية ثقافة حياتية ثقافة دينية اي ان كانت الثقافة يبقى لاحظ معي حاجة ان وضع الفروض خطوة غير متعلمة يجدك في الامتحان ويقول لك صحة ومخطأ مع التعليل يعد صياغة الفرد العلمي خطوة متعلمة ها برافو شطرة غلص لان صياغة الفرد ووضع الفرد خطوة غير متعلمة انا ما ينفعش اعلمها لك ما ينفعش اعلمك ازاي تحط فروض لكن اقدر اعلمك ازاي تلاحظ ازاي تعمل تجارب لكن مقدرش اعلمك ازاي تحط ايه فروض ليه؟ لان وضع الفروض خطوة غير متعلمة دي بيرتبط بخيالك الخيال ده ما ينفعش اعلمه لك وبترتبط بثقافتك فاذا كان الباحث مثقف ولديه خيال نجح في وضع فروض اما ازا كان الباحث ليس لديه خيال وليست لديه ثقافة هيفشل في وضع ايه؟ الفروض طيب شروط الفروض او شروط الفرد العلمي عندنا حاجة اسمها الشرط الفرد او شروط الفرد ليه بها؟ العلمي وضع الفرد العلمي لازم ان يكون له شروط مش اي فروض حنعتبرها فروض علمية لازم الفرد العلمي لابد ان يتوافر فيه عدة شروط فروض اربع شروط يجب توافرها في الفرد العلمي اول هذه الفروض والشروط انه بيعتمد على الملاحظات والتجارب يعني ايه بقى بيعتمد على الملاحظات والتجارب يعني الحقائق الخارجية هي المعيار الواقعي الذي يحول بيننا وبين الخطأ يعني المشاهدة والرؤية هي محيار الايه؟ الصواب والخطأ شوف الظاهرة الاول وبعد كده ابدأ افرد بناء على اللي انت ايه؟ برابو شاطر بناء على اللي انت شفته يبقى البحث بيشوف الظاهرة ثم يفرد بناء على اللي هو ايه؟ على اللي هو شاف تاني شرط من شروط الوضع الفروض العلمية الشرط التاني انه يخلق فرض من التناقض ما ينفعش يكون فروض متناقضة ما ينفعش يحط فرضين متناقضين مع ايه؟ مع بعض والشرط التالت انه لا يتعارض مع حقاق العلم المثبتة الا اذا كان لدى البحث ادلة تجربية جديدة واضحة تنفي ما تم اثباته من قبل لو باحث هيحط فرض المفروض الفرض يبقى ماشي مع الحقاق العلمية ما يخلقش حقيقة علمية مثبتة الا اذا كنت هتكشف عن حقيقة علمية جديدة تخالف الحقاق العلمية المثبتة بس يكون معاك عدلة وبرهين اما الشرط الرابع والاخير فهو ان يتعلق الفرض بوقاع وظواهر محسوسة يشير الى كيانات محسوسة مشاهدة حتى يتسنى لنا اختبارها والتحقق من صدقها فالباحث لازم يكون الفرض لو يحط فرض يكون نقدر نشوفه ما ينفعش حط فروض ما ينفعش ان انا ايه اشوفه وبكده عزيزي الطلبة والطالبات نكون قد وصلنا معا الى نهاية حلقة اليوم من البرامج التعليمية متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح وفقكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة